أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء أمس الأحد مكالمة هاتفية مع الشيخ تميم بن حمدال الثاني أمير دولة قطر الشقيقة هنأه فيها باليوم الوطني لقطر متمنيا له وللشعب القطري الشقيق مزيدا من الرخاء والتقدم ووفق ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية فإن الرئيس قدم بذات المناسبة تهنيه الحر لدولة قطر قيادة وشعبا لما حققته من تميز ونجاح على كل المستويات في تنظيم النسخة الثانية والعشرين من بطولة كأس العالم فيفا هذا وبذوره شكر أمير دولة قطر رئيس الجمهورية على نبول مشاعره متمنيا له ولشعب الجزائري دوام الهناء والازدهار